بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعاكم احمد عبد الرحمن مبدئين بس انا هعتزر عن الدق والخبط اللي هيبقى في الخلفية ده لان في ورانا مبنى بيتبني فمش هعرف اسجل اللي كده فاعذروني كلامنا النهاردة هيبقى على ال displacement maps مرة هنعملها جوا سينما فردي ومرة هنعملها جوا after effects ال render قدامك ده بال redshift هتكلم بالسرعة كده انا عملته ازاي ولو انه مش موضوع الدرس لكن هقول انا عملته ازاي علشان لو حد عايز يكريت نفس القصة دي على ارنولد على سينما العادي خالص برضو هو بنفس التكنيك مبدئيا احنا هنحتاج برنامج اسمه جيس بليسمينت جيس بليسمينت من التولز الجميلة قوي جيس بليسمينت سي فور دي هنلاقي هنا اول لينك اللي هو ده خلاص طبعا فيه بصراحة حلوة يعني حتى يعني هو بعمل حاجات organic كمان مش مجرد مش مجرد وخلاص ممكن يخش معه ورود الماشين يعني هو بصراحة فيه شوية شغلة حلوية هنروح لهم وهنروح للاصدار الجديد وان بوينتو اه فيه شوية تحت تحسينات حلوة فوام بوينتو اه هنعمل اه ده ونلود له اه من هنا ونختار نظام اللي احنا نشغالين عليه الينكس ماك ويندوز وخلاص اه هننزله وهو اصلا بينزل اوبن سورس يعني تقدر انك انت اه تشتغل في كودك جديد لكن عموما انت مجرد ما تنزله بتفتح الفولدر بتلاقي من لفتاعة تشغيل عن شغاله تمام نقفل ده بمجرد ما انشغاله هيطلع لنا بالمنظر ده كده اه دول انواع هنا ده اه نوع لو انت عملت كده كليك بيعمل جنريت لسيركتس و شوية حاجات راندوم كده كل كليك برقم شاك طبعا هنا اصول الحاجات دي كلها سرحة نفسها عدد الاشكال مش عارف ايه الكصص دي فيه هنا اللي هو ده الكلاسيك ده الجي تو ده بقى اللي بيستخدم في شغل السيركتس والكلام ده كله انا استخدمت في الصورة دي الشيفس دي فيه ممكن هنا ده كلاسيك سيت ممكن اقوله كراب باك دي لو انت عايز تعمل سيركتس دوار كهربائية مش عارف ايه الكلام ده كله البيج داتا دي تحفى لو انت عايز تعمل ابستركتس شيبز زي بتاعت الحاجات الفضائية والكلام ده والحاجات الهيوج الكبير قوي تمام اه ده واحد في فلفت اه ده باترنز زي القماشكة ده خلف بعضها برضو اه في الواير ده عبارة عن وايرز اه رهيبة شغل شغل اجاني دي يعني كمان اه مش عارف كل واحدة هنا بحاجة شكل اه ده تحفى طبعا ده كل ده على فكرة او ممكن يبقى الوميناشن ماب او اه لوميناس ماب فيه دوت جريد ده حلو بقى ده 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 يبقى حاجات مشاععة وده انا استخدمته في الكلمة على فكرة اللي هو اللي هو عموما خلونا نروح لطبعا جربوا فيه زي ما انت عايزين هنروح في الاخ ده هو كده كده بيستنى آآ شوية آآ ممكن نشتغل آآ على ده ممكن آآ ممكن آآ ممكن نزقها شوية تمام ده لو انت عايز تبقى تخلي فيه حتر فيها برزة قوي دي البيجروند برايتنس اتريشن ممكن نرفعها صنة عشان نزود عدد آآ الشيفس كل كليك بتغيير العدد انا عاجبني قوي الشيب ده والشيب ده المكان بتاعه المكانهم حلو انا اوكي عملنا كليك تاني يا عالم هيروحو فيه تمام ده مهار ازرق ده اختفه ده تروحك بيني طيب هنكليك بقى لغاية ما ييجو تاني تمام يلا ما علينا كليكك الجاية فيه هنا لو انت عايز تعمل روتاشن عايز تعمل فليب عايز تعمل بليند تمام وطفر يعني المهم انا مسلا هارس على اللي جاية دي حاجة زي آآ حاجة زي اللي احنا آآ اللي احنا شايفينا دي تمام ممكن نزود آآ شوية حاجة بالشكل ايه بعد ما تخلص بص بقى ممكن تعمل وخلي بالك لو عملت كده وكتبت الاسم وهو مش بيحط الامتداد لوحدة تمام فا آآ تشيل الاسم من غير الامتداد دي هنسميها دي هتبقى بتاع الدس بليسمينت واقول له سيف فكرة وبيسيف تمانية كيه مفتري آآ تمن تلف تمان تلاف تمام ده كده الهايت خلاص بقى ما تضغطش على هذا تاني ده كده الهايت بعد كده اقول له آآ كالرايز ادي له كالر يعني لو انت حابب تدي له كالر وممكن تروح على فوتوشوب على دي اللي انا استخدمتها ممكن تروح على فوتوشوب على فكرة آآ آآ تغارج كالر لو انت حايا لو انت حايا دي برضو آآ دي زريف فلو انت عايز تعمل حاجة آآ آآ ابيض واسود عموما خلينا على خلينا على دي انا بحب دي تماما آآ بس خلاص كليك هنا كده انت عملت الكالر قول له سيف كالر عشان هيتطلع ديفيوز آآ تاكتشر دي هنسميها كالر شيل دي قول له سيف الجميل بقى والجديد فيه سيف نورمال بيسيف النورمال ماب هقول له سيف نورمال وهو معامل كده هوب شيل وهنعمل سيف خلاص ده كده مش هازم منه حاجتاني تماما ده انا مش هازم منه حاجتاني الا لو انت عايز تجرب بقى انك انت تروح على حاجة زي الكريباك آآ الكريباك دي وتعمل كده تحفف انك انت تعمل سيركتز والكلام لكم ده كده الجي الجي سبل اسمنت نيجي هنا بسرعة كده هروح لسينما فوردي واروح لريد شيف تمام وهتطمن على حاجتي كلها ده تمانية وهرأي اوفيز مش هازم منها حاجة هقول له انا عايز وهاقول له انا عايز وهاقول له انا عايز اتنين ستة خمسة لا خمسة ستة تمام وكده يبقى انا عملت هروح لباكت رندرينج 64 تمام آآ بازيك كل حاجة فيه تمام 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 الف ربع وعشرين كتير او الف ربع وعشرين فاقول له مسلا آآ خمسة واثناشر خلينا على الهاب عشان ما يخدش وقت كتير في الريزامبلينج او السامبلينج هحتاج على فكرة هنا آآ سامبلز اكتر من ستة عشر هقول له مسلا 24 هقول له هنا وليكن آآ ستة عشر لان مش عايز يطلع فينه حيس بس خلصنا كده من الريد شيفت هنحط آآ على طول بلان آآ بلان ده مسلا نخليه تمامية في تمامية وهخلي السيجمنتز منيمم خمسمية عشان يدي ناتيج وعيز لكن هنا انا خليه الف في الف. لو روحنا هنا على وقلنا عملنا كده مش هنشوف البتاع من كتر من كتر بس صدقوني الموضوع مش هيبقى صعب. لا ولا ولا في ارنل ولا في اوكتاني. تمام? لكن في سينما يعني هيبقى تعالوا نحط كاميرا وبما اني عايز لقطة قريبة فانا هخلي الكاميرا دي زي الماكرو كده فانا هخليها مسلا تمانية واربعين اللينز بتاعها. تمام? تبقى كده مسلا. خلاص ارجع لورا بحيس اخد زوم كويس. تمام? تالي بين نفس الزاوية اقوم اايل له على طول وقوم اايل له خلاص كده الكاميرا برا اللعبة. بعد كده هروح هروح لآي بي ار. بحب اشتغل عن علشان يعني سعب بيطلع على نتيجة مختلفة على فكرة. هروح له ده يبقى مية في المية. هروح هنا واتاكد انا عامل الزاوية وادستعمائية وعشرين كده ااً ثمامي. آآ من. حاجة هنا واقول له مثلا خليك على سبعين تمام عشان اعرف بس ابقى شايف ده بالنسبة كده ليه ال اي بي ار تمام عشان نشوف حاجة اول ما نشتغل هروح ل واروح للايت وحط دوم دوم لايت هشغل ال اي بي ار تمام وعلى طول هروح هاخد اه خامة هدر تمام من اه تيكتشارز مش عارف من انت هيقلي والله اعلم اخدت دي في الدمو تقريبا تقريبا اخدت دي في الدمو معلق اه تقريبا هخلي الاكسبوزر مسلا اتنين ولا حاجة تمام لسه بيبروزس التيكتشار اي جوا تقريبا هو تقريبا بيعمل كاشنج للتيكتشار عشان اه يشتغل مباشرة خليهم مؤقتا اربعة هنبقى نخف ال اي ما دي بعدين اه هروح ل واروح لشيء وقول له هنحط الماتيريال على تمام مبدعيا اولا كده لازم رايت كليك او خلوه لما تشوفوه برحبكو دابل كليك واقول له دلوقتي احنا عندنا هنا او الماتيريال بتاعتني تمام بقول اي انا عايز اعمل حاجة كده هو اختراع بس في اعمل عشان مفضلش رايح جاي بين سينما وبين وبين ريتشفت فيبقى كده كلهم في ايه حلو الاختراع دلوقتي احنا عايزين اه ده التيكتشار دي تاخد الكلام فهروح هنا اقول له والله انا عايز اه عايز التيكتشار تمام هقول له ديسكتوب وهقول له ديسبلسمنت احنا اتفقنا دي الكلار هو ما ايه اوبن تمام وهوصل دي على طول في مين في الديفيوز كالر هنلاقى نزلت هنا تمانية كي بالمنظر تمام كده جميل قوي حلو بعد كده احنا عايزين مين بعد كده احنا عايزين الدسبلسمنت تيكتشار تانية هاخد دسبلسمنت وقول له اوبن تمام وهقول له انا والله انا عايز دسبلسمنت حل اه دسبلسمنت بقى هيروح فين هيروح في الاوتبوت مباشرة هاروح كده وقول له وديلي دي في الدسبلسمنت وفلتكتشار نفسها هتروح هنا وهم ايه اللي حطها لفلتكتشار ناتر المفروض الاقي هنا دسبلس تمام بس استنى شوف الله يحسن بالمناسبة لو انت يعني حس ان تمانية كي فعلا انت قيلة تمانية كي تحس منها تقيلة على الجهاز عندك تمام ممكن تروح في تشوب وتعمل دوكيومنت الفين تمانية وربعين في الفين تمانية اه اربعة تلاف ستة وتسعين في اربعة تلاف ستة وتسعين او الفين تمانية وربعين في الف تمانية وربعين وتعمل ريسايز ليه التكتشار دي وهتشتغل معاك برضوك اه كويس لشن ما تتقلش ما تتقلش احناس طب ده ما اشتغلش ليه ده ما اشتغلش ان اي اوبجيكت هيتعمل عليه في اسبلسمنت او موديفكيشن لازم نحط له ريدشيفت تاج وهنقول له ريدشيفت اوبجيكت تمام بمجرد ما اقول له الكلمة دي هلاقي في جيومتري هلاقي اوفر رايد تسليشن انا مش عايش تسليشن لان انا مش ناقل سبدي فيجن هو كده كده عامل سبدي فيجن كويس لكن هقول له هنا بقى هابدأ لاي حاجة تمام مش باين قوي صح دين الديسبلسمنت قليل سواء سكيل او اه ماكسيمم اللي اتنين دول في الغالب يبقوا زي بعض فانا هخلي ده ما تتستغربوش من الرقم اه سبعين في سبعين هب هلاقي اهم اتنطح تمام اقول لكم سلام عليكم بقى اه خلفت حلو خلاص بس خلينا مية في مية في نقطة هو امتى هافتح دي زمان حد دلوقتي بقول يتفتح الدماغك بعد كل الصبديفجز اللي انت عاملها دي امتى امتى هافتح دي افتح دي لو انت لقيت ان فيه في الاطراف اه بوزان اطراف بايزان تمام او لقيت حدث مفهاش دي بالزبط 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 زي كأنك اه لا هوريكو ايه كأنك عامل كده في سينما وفي الدسبلسمنت ده ايه قمت منشط ده ايه ساب بوليجون دسبلسمنت تمام وهوريكو برط رقية تعملوها بالدسبلسر بس 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 تمام ام ام المهم هنشيل دي خبر اصباح ما شلت بتاعت ادتشف تمام هنشيل ده ايه ووه وهنا ارجع هنا لو قلت له انابل وسبها تمام بس انابل وثيب لان ماكسيموم ساب ديفيجن ستة واحنا عندنا الف في الف فاحنا كده بنهضر يعني الجهاز ده لو عنده ده ما هيطلع البروسر يطلع يشتمني بخش تاني تمام فعموما احنا كده تشتغ تمام جدا شغلنا بقى كله الباقي هيبقى في الحتة دي ايه ماشي نشوف الماتيريال دي اولا انا عايز اعمل هنا على الاطراف عايز اعمل زي خربشة بس قبل ما اعمل اه موضوع الخربشة ده انا عايز اخد كونتراست في الكالر الاول فانا عايز اروح ل اه كالر اه كالر كورريكت احطها هنا و وهاخد الكالر كورريكت على الاوتبوت بتاعت ديفيوز وهاخد الامبوت على دي هنا بقى في الكالر كورريكت انا بس هذا الكنتراست يقضي قدام شوية و الجاما فيه بقى حاجة تمام ساعات بشك في الحركة ارنلد برضو بيعمل الموضوع ده في التيكت شرباء نفسها في اينا اوبشن حلو قوي كان دهيه دهيه الحتة دهيه بتتحل بنود في ارنلد اللي اسمها لينيرايت تمام لو قلت له جاما اوفررايد وقلت له انابل ديها تغمق فهتغمق ايه هتفتح تمام تمام حلو وده هو صح بيعمل زي ارنلد لو خدنا بنا فيه color ranges ما كناش شايفينها يعني ال color range ده احنا ما كناش شايفينه خلاص فلو قلت له كمان ان ديه srgb image لقى شيل srgb بس هيدا هيدا هنروح هنا بقى., والجاما دي هرجحها يوم هر زرع بواحد م기가 کناش احنا شايفينه color range ده هو ديه الوان الصورة نفسها تمام خل$ ما انا بقى من الضردة يعني ممكن تضيع علينا الوان كتير لو زودنا على فكرة الجاما كده هتغمق تمام لو قلنا له 2.2 أو 2.2 لو خذنا بنا هي كانت دخلة 2.2 لأن لو شلنا هذا ورجعنا هذا لواحد ولا الهواء فطبيعي أن الصورة تخش عندي gamma 1 اللي هي enable gamma override عشان أبقى ندخلها بالجاما بتاعي خلاص في راي برضو في المشكلة الغدية فنزود ال contrast شويتين تمام وأفتكر كده الدنيا الدنيا كويسة فممكن الجاما ناخدها هورا شوية يعني بكالر الصورة زي من عيس أنا أوفر 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 على نفسي وش واجعت واجعت أه ما عليش أسف فصلت واجعت أه خلصنا كده من تعانشو كده الماتيريال نفسها احنا عندنا هنا ده خلاص مش عايزين منه حاجة احنا عندنا ال في العادي هضربها في اربعة تمام عشان ما يحصلش آه ما يحصلش نويز آآ بي ار دي اف هقول له دي جي اكس شكلها ظريف الايو ار أنا مش عايز واحد ونص عايزه تكون عن كده شوية هقول له مثلا ثلاثة تمام انا عارف انه يبقى ريفليكتف آآ ريفليكتف قوي لان روفنس بزيرو فده طبيعي يعني فانا هارفع روفنس شويتين ماشي بالشكل ده كده وكده كده في العادي زي ما قلنا انا هاخد آآ دي وهخل اكس بوجر بتاعها بتاع اثنين ولا حاجة لاني هاعتمد على آآ لايت لايت الهيدر دي مش عاجباني تمام آآ والله ما انا فاكر انا كدت نختار انا واحدة في الوريجنال عموما ما علينا تمام ايجي دعايز آآ بيجي ريسورسز اوبس دي اكس بوزر هيبعلي فيها شوية هنشوف هيقول ايه هنا ما فيهاش كنترست خالص يعني تمام؟ آآ مش عارف ناخد السمول روم ولا عايز حاجة تكون وورم تكون دافية شوية حلوة تمام؟ حلوة دي ممكن هنحتاج نقل اكس بوجر سنة بس ممكن ما نحتاجش بس فيها الاثنين الابيض اللي فيه المينو في شمال دول هيددوا هايلايتس آآ كويسة قوي يمكن نخل اكس بوجر بواحد تمام؟ ونكمل بقيد آآ الشغل بتاعنا تعالوا نحط ريدشفت لايتس واحط إنفنت لايت وهنخلي إنفنت لايت ده التارجت بتاعه هيبقى آآ البلين تمام؟ نقول له هاته البلين ثاني آآ نجيب البلين تمام؟ ناخد بعد كنطلع بس بره الكاميرا فيو ونرجع الوراء وناخد الامفينت لايت ونطلع بفوق تمام؟ وافتكر ان اتجاهه اتجاهه مضبوط ناخد ده الوراء بحيث يبقى هو عكس تقريبا عكس تقريبا اتجاه الكاميرا ناخد الاثنين اكسس دول ناخد كده تمام؟ وعايز ااخد شكلها حلو فهنزل هنزل تحت نرجع بقى ليه الكاميرا فيو تاني تمام؟ ونجيب على الامفينت لايت وهقول له مثلا لامزة خمسة والكالر هديله كالر بلو والدوم لايت هسيبها واحد زي ما هي ثلاثة كويس دوم لايت نجيب بعد كده التاني برضو هاخد التارجت ده وادهه ده تمام؟ هارجع كده ده ده يا ربي اللي انا عايزه عكس ده الكاميرا انا هاخد الانفينت لايت تمام؟ وهاخده كده هاخده كده والسبوت لايت ده اللي هرجيعه بعد كده هاخد ده كده هي، اههاء بده دالوقات تظهر التس bull وهكذا وهي اأخد هذا لايت اللي تحت كده على قول السبوت لايت على فكرة الانتنستي بتاعته من التارجت بوينت بتاعه دي. فانا اخلي التارجت بوينت بتاعي هنا. وفي نفس الوقت انا عايز آآ الكور انجل صغير او الفولوف انجل صغير والكور كي مش. يعني حاجة زي تارجت كده. كده مسلا. عشان يبقى جاي من دي كده. ودي تبقى صغير. فهو رجعنا للكاميرا وافتكر ان الفيو فورت هيبقى اسرع شوية لان احنا شلنا من الاخنا. اه كده مزبوط. نروح بقى للسبوتلايت نفسه. وفي الكلر هقول له آآ آآ لون ريد. شوية. تمام? يقول لون غامض شويتين. طبعا. طبعا الانتنستي دي بقى. من ده ايه? من لو شدينا دي كده. كأني بزود الانتنستي بتاعته. تمام? بتاع السبوتلايت. فهو كده فتكر الدنيا آآ حلوة حلوة قوي يعني. آآ الدوملايت مش عارف لو احنا قفناه. ياه هو ده مدي الفيلايت. الانفينت لايت. عشان نشوف كل حاجة الوحدها. لو قفنا كل حاجة. ما هو انت لازم تعمل كده. لازم تقفل. لازم تقفل كل حاجة وتشوف كل حاجة. خمسة. ده كده بقى الازرق هو اللي غالب على السين. بعد كده الدوملايت. ده اده الفيلايت. بس على فكرة دوملايت انا حاس انه هو شديد. شديد شويتين. فابتكر انه هو كده آآ آآ ازرق. السامبلز هسيب اربعة لو لقيت نويز هعلي. آآ دي شوية. الانفينت برضو قد تكره مزيادة شوية. فانا هقلل. لكن البطل بتاعي اللي هو ده. تمام? ده كمان انا عايز ويدي جود رايز. تمام? بس قبل ما يدي جود رايز بقى. تعالوا نشوف. آآ او خلونا نشتغل عشان نبقى خلصنا الجزء ده ونشتغل فيه الجزء على طول. عشان يدي جود رايز. هروح ليه هنعمل حيلة بسيطة شوية. هنروح لبلاني. حلو? اطلع بسيطة بره الكاميرا فيه. والبلان ده. آآ هخليه حاجة كده. واخليه على زي. تمام? خليه على زي. خليه كده شوية. تمام? وهقوم واخد الاخ بلان ده. هنا كده حبتين. وكده حبتين. تمام? حلو. وهقوم واخد ده واقوم وديه جوه. هاتش يتحك. ما هو انا مش عقود لسه عاد افرغ البلان. تمام? فانا هاخد ده كده. اعمله كده. آآ خليها مثلا تين باي تين. حاجة شباية الشبابيك. وده هي هقوم حاططها في كونيكت اوبشيط. ومعيل له سي. تمام? وبس. خلاص. لو جيت بقى رحت السبوتلايت. وروحت الريد شفت. وقلت له انا هذا اللي انا عملنا. مش هكي حاجة. خلاص. هنيجي هنا كده. ولا حاجة حصلت. ليه? لان احنا لسه مروحناش للسبوتلايت مقولنوش انت فوليوم. فالعملت دي بس واحد من الف. تمام? هبدأ ااخد آآ جاد ريز. تمام? لو زودنا. شوية اهو بدأت ااخد آآ آآ جاد ريز. تمام? ممكن اروح للافايرومنت. ولو زودنا للسكاتر. هنلاقيها بالمنظر دا كم. فحالة زي دي انا ممكن اروح للافايرومنت. لايت. وازود. الانتنستي مسلا لاربعة. تمام? لو آآ رجعنا برا الكاميرا فيو عشان اوريكو الجاد ريز اللي عامل ازاي هنلاقيها بالشكل دا كده. تمام? نقرب كده. تمام? ولو رحنا ليه دوم لايت. انيبو نفسه. وقللنا الكور انجل. وروحنا للانفايرومنت. وقللنا الاسكاتر. وابتكر ان احنا رحنا للسكوتلايت وفوليوم. وزودنا نفسه شوية. بوينت وان. وفي الانفايرومنت خلينا دي. بوينت وان. او بوينت زيرو تو مسلا. وارجعنا لكاميرا فيو. هنلاقي بالشكل العظيم. بس انا انه ده يبقى كده افضل. وراح بجنرال. نزود الكور. بتزود.